بين الرجال وبين النساء بين الفقراء وبين الميسورين وبين الأقارب وحتى مع الغرباء على حساب القدرة المادية حينا وبغض النظر عن الظروف الاجتماعية أحيانا عن طريق التبذير والرياء تنتشر مظاهر التفخر والمباهات في المجتمع الكل يسعى لاستعراض ما يعتبر مكاسب اجتماعية أو مادية قد تكون حقيقية وقد تكون مزيفة كل ذلك في سبيل تكريس مكانة اجتماعية مفترضة في أذهان الآخرين التفخر التباهي أو كما يصطلح عليه التفخر الشعبية دينا الفشر أو العكاليين عكاليك أو الفوحان هي مشي ضاهرة جديدة غير ما هي يزعمة لأسباب والمعطايات أنها تكاترات يعني تفاقمت هاد الظاهرة تفاقمت لأسباب عدة وهذا الشيء اللي يجعل الناس اللي يبغيو يبانوا حتى ذلك المصطلح الدارجي اللي كان نقوله احنا كيفوح يعني فاحا يفوحوشي واحد اللي يعطات ريحته ريحة طيبة بطبيعة الحال مشي الريحة فاحتل لي ما عندوش ذلك الرائحة الطيبة أو لا ما عندوش الأشياء اللي ممكن أن ناتبينه فكي حاول هو يخلق العطر دياله باش يفوح على الناس ويوصل نفسه للناس المباهات غزت مختلف جوانب الحياة ولم تستثني تجليتها أي مكان وزمان وأضحت كل المناسبات العائلية فضاء خصبا للتفاخر والمغالات في الكماليات التباهي الاجتماعي يظهر في كل مجالات الحياة ابتداء من الخطاب إلى الحفلات الاجتماعية بما فيها مثلا المآتم يعني هذه النقطة أريد التركيز عليها لأن عندما يحضر التباهي في المآتم وفي الجنازات فهذا في الحقيقة مدعاة للتفكير ومدعاة للتأمل الباحثون في علم الاجتماع يرجعون انتشار مظاهر المباهات بين المغاربة إلى الانتشار العالمي للنزعة الاستهلاكية كل السلع الاستهلاكية تحولت إلى ضروريات للإنفاق تقافة مادية تعتمد على الربح المادي وعلى استعراض الماديات باعتبارها نجاح اجتماعي فالناجح بالنسبة للمجتمع هو من يملك أمورا تبهر الآخرين كفيلا وصيارة فاخرة وإلى آخرين هذا يجعل الكثير من الناس طبعا لأن في موازات هذا هناك إيمان للأمور الجوهرية ذات الطابع المعنوي وفيما يفسر البعض الظاهرة بالعامل النفسي باعتبار أن هوس التباهي سببه أزمة ثقة بالنفس يعزيها كثيرون إلى غياب الوازع الديني وتراجع قيم الصدق والتواضع كنا نلقا بأن بعض الأسر يصادف الوقت أنهم يتعاملون مع أسر من مستوى مدي كبير وكتلقى الأسرة الغنية جاية عند الأسرة المتوسطة أو فقيرة في البيت ديالها وقابلة على شنو عندها لمجرد أنها فرحانة بصحبة ديالها لأنك يهمها الشخص أولا كتلقى الناس مصاحبين واحد مستوى دياله مدي كبير والأخر متوسط ولكن فرحانين بصحبة رادين على بعض ديالهم دابا ما بقاتش ولا ذاك اللي شاءت الظروف أنه تصاحب مع واحد الإنسان يعني عنده مادة ولا كيكلف نفسه بشيبان بحاله السير وراء غاية التباهي وحب المظاهر قد تكون له ضريبة مرتفعة قيمتها تتجاوز العبء المادي المحض إلى تداعيات نفسية واجتماعية كيقرروا ولادهم في مدارس غاليين كيقرروا هذا ماشي من أجل المستقبل ديال ولدهم ولكن فقط من أجل أنه يقولوا راني كان قرر يولدي في ذاك المدرسة وربما ماديا هو ما قادرش ولكن كيتكلف ومن لي كيتكلف كتولي مشكل مادة كتولي ديون ومن لي كتولي ديون كتولي أزمة نفسية فكيولي ذاك الغارات اللي من أجله دينا ذاك الطفل المدرسة كيولي العكس إلى تأزمة الأسرة والطفل غير يتأزم هذه المغالات كتجعل الشباب يخاف من الزواج لا يتزوج لأنه كتولي يقولي كيف يفكر فذلك المصارف منها يجيبها هذه نقطة ثانيا تتولي حتى العلاقات غير تلقائية غير طبيعية وعندما تغيب الطبيعة ويحضر الزيف فإن الزيف يعم وتدعم أيضا الآفات الاجتماعية تجليات هوس بالمظهر تحيل على أزمات في الجوهر أزمات مجتمع في قلب تحولات قيمية عاصفة تقتات على كل ما هو معنوي ورمزي لتعلي رايات التنقيد والفردانية ترجمة نانسي قنقر